اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المملكة والامارات تقدمان اكثر من 50 الف طن من المغديات الزراعية الى السودان استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم جلالة السلطان عبدالله ابن السلطان احمد شاه ملك ماليزيا رحب خادم الحرمين الشريفين بجلالته في المملكة فيما عبر ملك ماليزيا عن سعادته بهذه الزيارة ولقاء خادم الحرمين الشريفين وقد جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الاخوية بين المملكة وماليزيا وافاق التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير الخارجية الدكتور ابراهيم العساف والساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الاستاذ تميم السالم والسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود قطان كما حضره من الجانب الماليزي صاحب السمو الملكي الامير ناصر ابن السلطان عبدالله شاه ووزير الخارجية سيف الدين ابن عبدالله والمشرف على القصر الملكي أحمد فاضل ابن شمس الدين والامين العام لوزارة الخارجية محمد شهرول إكرام ووكيل وزارة الخارجية لغرب آسيا فيروز عدل محمد رازوالي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبدالعزيز السعود حافظه الله على اعتماد منصة صحة لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونيا مع وزارة الخدمة المدنية التي ستقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصة صحة لمنوظفي الدولة كما وافق المقام السامي الكريم على تأكيد استخدام أدوات منظمة الصحة العالمية لتقييم الذاتية للمنشآت الصحية فيما يتعلق بتعقيم اليدين دعت وزارة الحج والعمرة السلطات المعنية في دولة قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج وإزالة العقبات التي تفرضها حكومة قطر لمنعهم من القدوم لأداء هذه الشعيرة العظيمة وأكدت الوزارة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر أسوة بعموم المسلمين من جميع دول العالم رفضت الإدعاءات القطرية بأن حكومة المملكة تضع العرقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرضها وعدم السماح لحملات الحج والعمرة القطرية من الدخول للمملكة وأكدت أن هذه الإدعاءات تنافي الحقيقة حيث خصصت عدة روابط إلكترونية لتمكين المواطنين القطريين والمقيمين فيها من الحجز لأداء مناسك العمرة وفي المقابل قامت الحكومة القطرية بحجب هذه الروابط ورفضت توقيع مسؤولي الحج فيها على اتفاقية الحج وعدم منح السلطات القطرية الفرصة لشركات الحج القطرية من القدوم للاتفاق مع مقدم خدمات الحجاج في المملكة وشددت على رفض المملكة التام لأي محاولة لتسييس الحج واستنكارها لإقحام المواقف السياسية بين البلدين في أمور الحج والعمرة داعية السلطات القطرية إلى تمكين الحجاج والمعتمرين فيها من القدوم من خلال جميع خطوط الطيران العالمية معاد الخطوط القطرية وأكدت وزارة الحج والعمرة في ختام بيانها ترحيبها المستمر بالأشقاء من دولة قطر للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة والاستجابة للتسهيلات التي توفرها حكومة المملكة لقدوم الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم وأن التسهيلات التي تقدمها المملكة للمواطنين والمقيمين في قطر مستمرة لأداء مناسك الحج والعمرة في أمان وراحة واطمئنان تستعد جمهورية تونس الشقيقة لإطلاق مبادرة طريق مكة الأسبوع المقبل بوصفها أولى دولة عربية تستضيف المبادرة منذ اطلاقتها قبل عامين يأتي ذلك بعد أن أطلقت المبادرة خلال حج هذا العام في باكستان وبنغلاديش وماليزيا واندونيسيا وسط تعاون مميز بين فرق المبادرة وأجهزة حكومات هذه الدول لتحقيق أهدافها التي نشئت من أجلها وهي تيسير رحلة الحجاج من خلال اقتصار الوقت والجهد المبدولين في إجراءات السفر ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وتأتي المبادرة في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بخدمة ضيوف الرحمن والحرص على إنهاء إجراءات مغادراتهم إلى المملكة بكل يسر وسهولة وعلى جانب آخر أكدت وزارة الصحة أنها لم تسجل حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج القادمين وقالت الوزارة في بيان لها إنها تركز على النواحي الوقائية للحجاج وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميا بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية مشيرة إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية ومنها إصدار الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في القادمين للحج وذلك حسب المتغيرات الوبائية العالمية وأوضحت أن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الصحية الذين قدمت أو قدمت لهم الوزارة الخدمات الوقائية بلغ منذ الأول من الشهر الجاري 258 ألف حاج وحاجة امتدادا للدعم المتواصل والمشترك من المملكة والإمارات للشعب السوداني الشقيق تنطلق سفينة من ميناء جبيل الصداعي بالمملكة إلى ميناء بورت سودان بشكل عاجل لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان أكثر من خمسين ألف طن من المغذيات الزراعية اليوريا حملتها هذه السفينة بدعم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان حيث تحتوي على الكثير من احتياجات المزارعين نظرا لكون الزراعة تمثل مصدر دخل رئيسي لعدد كبير من أهل السودان تنطلق السفينة من ميناء الجبيل الصناعي إلى ميناء بورت سودان بالخرطوم حيث جاءت بتوجيه مباشر من قيادة المملكة والإمارات استمرارا للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق في أزمته الحالية ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان تنطلق هذه السفينة مباشرة من هنا إلى ميناء بورت سودان بالخرطوم لدعم الأشقاء والمزارعين في السودان الشقيق لقناة السعودية محمد الحمادي من ميناء الجبيل الصناعي استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير في مكتبه بديوان الوزارة اليوم سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن هيان ألن هيان جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين إضافة إلى بحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية كما استقبل الجبير نائب سفير بريطانيا لدى المملكة ريتشارد أوبنهايم وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين السقيقين وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين كما تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا القليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشعب اليمنى الشقيق وزعى المركز 1300 سلة غدائية على النازحين في قرى حجة المحاذية لمحافظة صعدة استفاد منها قرابة 808 آلاف نازح صورة من صور الإنسانية تتجلى فيما تقدمه المملكة العربية السعودية من مساعدات طالت أرجاء اليمنى عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حيث قام المركز بتوزيع أكثر من 1332 سلة غذائية على النازحين في قرى محافظة حجة المحاذية لمحافظة صعدة ويأتي التوزيع في إطار المشروعات المقدمة من المملكة العربية السعودية لليمنى للحد من المعاناة الإنسانية جراء الحرب ما يقوم به مركز الملك سلمان جانب غاثي وإيوائي وعماري في جمهور اليمنية لم يعد بغريب عليه فالمركز الملك سلمان منذ أن اندلعت حرب انقلب المليشية الحوثية على الجمهور اليمنية فهو لا زال يقدم كل المساعدات إيوائية وغذائية وإيوائية وبنائية أذن وفي المشروع الإعماري ما قام به من تقديمه يوم عمس في حقه إنما يدل على العطاء بسخام من قبل دولة المملكة العربية السعودية ومتمثلتا بالملك سلمان وولي عهده المشروع يأتي ضمن جملة من المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والحريصة على إعانة ومساندة الشعب اليمنية وخصوصا النازحين فالدور الإنساني الذي يقدمه مركز الملك سلمان هو ما ساعد في إعانة النازحين والمتضررين جراء ما يقوم به الانقلاب من تدمير وتهجير للحياة في اليمن دور الإنساني الذي يقوم به مركز الملك سلمان دور كبير لرفع من معاناة الناس في عدد من المناطق وهذا الدور طبعا لا يقتصر فقط على المناطق المحررة حتى المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الانقلابين الحوثيين المدعومين من إيران تتلقى الكثير من المواد اللقاثية عبر مركز الملك سلمان فقد قدم المركز سلسلة من المشاريع التي ينفذها بالشراكة مع عدد من المؤسسات المحلية والتي لا تتركز على الغذاء فحسب بل تشمل الرعاية الطبية والعلاجية وكذا في قطاع المياه ومشاريع إعادة الإعمار مروى النبيل لتلفزيون المملكة العربية السعودية غدا نبقى في اليمن وعلى جانب آخر حيث واصل المشروع السعودي لنزع الألغام باليمن ما سام دوراته التنشيطية لفرق نزع الألغام التابعة له يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه المملكة بنزع الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية وتسببت في استهداف المواطنين الأبرياء يواصل المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن ما سام الدورات التنشيطية لفرق نزع الألغام التابعة له في مديريات الساحل الغربية وتتضمن الدورات التنشيطية التي بدأت مطلعا لسبوع الماضي وينفذها فريق من الخبراء إلى جانب لمشروع ما سام سلسلة من الدورات الإنعاشية أهمها عملية تطهير الممرات من الألغام والدواسات وعملية الإخلاء الطبي وتعزيز قدرات النازعين في كيفية التعامل مع شبكات الألغام الخداعية وغيرها من معايير السلامة طبعا هو يعتبر مشروعا جبار لما له من أهمية في إنقاذ المجتمع الإنساني في اليمن خاصة من سكان مناطق الساحل الغربي وواكبهم معروف وليس بشيء جديد أن جماعة الحوثي تعمل في كل مناطق يتم الإنسحاب منها ومن بداية السيطرة عليها على زرع كميات كبيرة من الألغام فهي لا تهتم لا بحياة الإنسان ولا الحيوان المتواجد داخل هذه الأرض يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه المملكة العربية السعودية وعبر برنامجها في اليمن بنزع الآلاف من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثيين في المناطق الآهلة بالسكان والتي كان لها بالغ الأثر في استهداف المواطنين الأبرياء دابت ميليشيات الحوثي خلال السنوات الخمسة الماضية على زراعة الألغام بشكل كبير جدا وفي كثير من المناطق اليمنية ما أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين جرائم الحرب التي تقوم بها الميليشيات الحوثي قوبلت بمشروع مسام الإنساني الذي ساعد اليمنيين بشكل كبير وأنقذ آلاف اليمنين من خلال نزع الآلاف وهو الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية من أجل انقاذ اليمنين وانقاذ المواطن اليمني الذي تغسدفه الميليشيات مشروع سعودي لنزع الألغام وتدريب المختصين اليمنيين يقابله مشروع للموت من قبل الحوثيين الذين لا يعرفون معنى الإنسانية والذين يقومون بزراعة الألغام دون خرائط يمكن الرجوع إليها في انتهاك واضح لمواثيق الأمم المتحدة مروه النبيل لتلفزيون المملكة العربية السعودية عدن تخلف الحوثيون عن حضور اللقاء المشترك للجنة إعادة الانتشار لتنفيذ اتفاق السويد الذي عقيد اليوم على متن سفينة قبلة ميناء الحديدة برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد وحضور الحكومة الشرعية ميدانيا وفي محافظة الضالع لقي 13 حوثيا مصرعهم بينهم قياد يومباريز في مواجهة مع قوات الجيش اليمنية في مدرية قعطبة اجتماع ثلاثي في المياه الدولية سفينة أممية تقل الاجتماع الذي سيتم في منطقة محايدة نظرا لإغلاق الميليشيات الانقلابية المنفذ البحري بمدينة الحديدة في نقض مستمر من ميليشيا الانقلاب لاتفاق ستوكهولم ميدانيا تواصلت محاولات ميليشيا الانقلاب تقويض الجهود الدولية حيث أفاد مصر عسكري أن مواجهات دارت بين الميليشيا المدعومة من إيران وقوات الجيش اليمنى عقب إفشال قوات الجيش لمحاولة حوثية للسيطرة على أحد المواقع الاستراتيجية في الطريق الرابط بين محافظتي تعز والحديدة ما تسبب بمقتل ثمانية من عناصر الميليشيا الحوثية وجرح العشرات في جبهة البرح غربي تعز كما أحبطت وحدات من الجيش اليمني محاولات تقدم لميليشيا الحوثي شمال مديرية المتوم بمحافظة الجوف وزارة الدفاع اليمنية صرحت أن العملية التي دارت بسلسلة جبال حام أجبرت الحوثيين على التراجع بعد مقتل عدد من عناصرها أما في محافظة مأرب فقد دارت اشتباكات عنيفة بين القوات الشرعية اليمنية هو ميليشيا الحوثي الإنقلابية وذلك عقب محاولة تسلل للعناصر الحوثية باتجاه مواقع الجيش في ميسرة جبهة صروح الاشتباكات أسفرت عن مقتل عشرين عنصر من الميليشيا الإنقلابية وإصابة آخرين إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها جهود دولية وتهديئة من الشرعية يقابلها تعنت من ميليشيات الإنقلاب بهدف إفساد كل جهد يسعى للتسوية السلمية وإعادة الشرعية والاستقرار إلى اليمن زار رئيس أركان القوات المسلحة في الجمهورية بروندي إبراهيم نيونجابو والوفد المرافق له مركز الملك سلمان للإغاثات والأعمال الإنسانية التقى خلالها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز وعددا من قيادات المركز وبحث جانبان الموضوعات ذات الاهتمام الإغاثي والإنسانية واستعرض خدمات المركز الإغاثية والإنسانية للمنكوبين في العالم ومنها جمهورية بروندي والدول الأفريقية من جهته قدم رئيس أركان القوات المسلحة في جمهورية بروندي شكره للمملكة ممثلة بالمركز على المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين في بلاده وللمحتاجين في مختلف أنحاء العالم وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي لدعم بناء قدرات وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في جمهورية الصومال بقيمة تقدر بمليوني ريال وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز ومن جانب برنامج الغذاء العالمي المدير الإقليمي وممثل البرنامج بدول مجلس التعاون الخليجي عبد المجيد يحيا وذلك بمقر المركز في الرياض ويهدف المشروع إلى تعزيز عمل الوزارة الصومالية ورفع القدرات التشغيلية وتعزيز المراكز الإقليمية على المستويين المركزي والإقليمي وتشمل أنشطة المشروع تنمية القدرات وتعزيزها ودعم حلول تقنية المعلومات للمكاتب الإقليمية والإنذار المبكر وتوفير حساب نقل جوي للتحركات الإنسانية الأساسية النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل إنجاز 80% من المشروع التجريبي للمدن الذكية في الرياض كما نتابع بعد قليل بدء إلزام منافذ البيع بالمملكة بالدفع الإلكتروني اليوم أهلا بكم من جديد أطلقت وزارة الثقافة اليوم أول مسابقة وطنية لتوثيق التراث الصناعية في المملكة وتصل قيمة الجوائز إلى نحو مليون ريال بمشاركة مفتوحة لعموم المواطنين والمقيمين وتندرج المسابقة ضمن برنامج التراث الصناعي الذي أعلن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة عن تأسيسه تحت مظلة الوزارة وتهدف مسابقة توثيق التراث الصناعي إلى اكتشاف أهم المعالم المعبرة عن هذا التراث في جميع مدن ومحافظات المملكة وتفتتح المسابقة وأبوابها أو أبواب المشاركة في ابتداء من اليوم ولفترة تستمر لثلاثة أشهر حتى السادس من أكتوبر المقبل وتنقسم إلى ثلاثة مسارات الأول خاص باكتشاف مواقع التراث الصناعي فيما يتعلق المسار الثاني بتسجيل القصص وتفاصيل الأحداث التي أثرت على الصناعة والحياة الاجتماعية ويتعلق المسار الثالث بتوثيق قصة الموقع الصناعي أعلنت وزارة شون البلدية والقروية عن إنجاز ما يقارب 80% من أعمال المشروع التجريبي للمدن الذكية في العاصمة الرياض ويجري العمل حاليا لإنجاز المراحل الأخيرة للمشروع وذلك باستكمال تركيب وبرمجة بعض الأجهزة وإنهاء أعمال التحسينات المدنية بخطة متسارعة نحو المستقبل قرابة 80% من أعمال المشروع التجريبي للمدن الذكية في العاصمة الرياض قد تم إنجازه المشروع التجريبي والذي يجري العمل حاليا لاستكمال مراحله الأخيرة يشمل توفير كل من المواقف الذكية والإضاءة الذكية الإدارة الذكية أيضا للنفايات وكاميرات المراقبة إضافة إلى منصة لإدارة موقع المشروع الذي تم تحديده في منطقة جنوب برج المملكة تقارير تقييم نطج مدن المملكة وإمكانية تحولها إلى مدن ذكية نتج عنه إعداد استراتيجية وخطط تنفيذية واضحة لتحقيق هذا التحول حيث تساهم المدن الذكية في تحقيق درجة عالية من التحضر المستدام وتنفيذ مشاريع البنى التحتية كالمرافق العامة ذات الجودة المعيشية العالية والتي تؤمن السعادة والرفاهية للمجتمع كما تساهم في إيجاد بيئات عمرانية حضارية مكتفية ذاتيا للساكنين في جميع مدن المملكة المدن الذكية والتي تدار بأسلوب ذكي ستعمل أيضا على تحسين إدارة ومستوى معيشة السكان وتقوية الجوانب الاقتصادية كافة والحفاظ على البيئة ومواردها ذلك نتيجة لاستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المتقدمة وتسهل في هذه المدن التعايش مع وسائل التقنية وضمان المشاركة في التنمية العمرانية وتحقيق إرادات عالية من المشاريع الذكية كما تساهم في تقديم الخدمات العامة للسكان بكل يسر وسهولة وتحقيق مبدأ الحوكمة الحضرية من خلال سهولة انتقال المعلومات بين الجهات التنموية في المدن يبدأ اتبارا من اليوم إلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية في المملكة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية تدريجيا وفق ما أعلنه البرنامج الوطني لمكافحة التسدر ويتيح توفير نظام الدفع الإلكتروني للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد كما أنه يساهم في الحد من عمليات الغش والتسدر وستقوم وزارة التجارة والاستثمار بمراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع وتلقي بلغات المستهلكين مباشرة في حال عدم توفير الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآة غير الملتزمة النشر انتهت وهذا تذكير بأبرز عنوينها خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك ماليزيا المملكة تدعو السلطات القطرية إلى تنكين المواطنين والمقيمين فيها من أداء مناسك الحج والعمراء المملكة والإمارات تقدمان أكثر من خمسين ألف طن من المغذيات الزراعية في السودان مشاهدين شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء في أمان الله اشتركوا في القناة